اشتركوا في القناة سنتحدث فيها كيف أنها أعادت مصر لأحضان أبنائها من كدير كيف لا أنها أعادت الهوية الوطنية لأبنائها بعدما حاول الكثير أن يشويه هذه الهوية عبر كثير من الأكاذيب الباطلة والتي ما زالوا مستمرين فيها الحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ذكرى لثورة 30 من يونيو يؤكد دائما على أن الخطوات التي اتخذها الشعب المصري والمساندة الكبيرة التي قاموا بها لمساندة قواتهم المسلحة وشرطتهم الباسلة في الأجواء الماضية تؤكد أنه دائما كنا على الطريق الصحيح وكان هناك خيارا صحيحا قام به المصريون بجيشهم وشرطتهم الباسلة الرئيس بالأمس افتتح عدد من المشروعات القومية وهو ما يحرص عليه في هذه الذكرى لكن الحقيقة ما هيش التأكيد على هذه المشروعات مش معناه أن احنا بنعمل مشروعات علشان نقول والله احنا كنا صحة بس لكن لا احنا بنقول أنه هذه الخطوات التي تسير عليها مصر في خلال السنوات السبع الماضية وأننا ماضونا في الإصلاح وأننا ماضونا في خطط النهضة الشاملة التي تبتغيها الدولة المصرية فكل التحية والتقدير للقيادة السياسية المصرية وكل التحية والتقدير لكل أبناء الشعب المصري الذين يساهمون في هذا الإنجاز الكبير أحابب بالحقيقة أننا أعلق قليلا وأنا كنت الفترة اللي فاتت يعني أحاول أن أنحي نفسي جانبا أن أتحدث في موضوع سد النهضة لأنني عندي قناعة بأنه من الضروري أن نترك هذا الأمر لأصحابه لكن بعد الخطوة التي اتجهت إليها مصر فيما يخص أن يتحول الملف إلى مجلس الأمن الدولي كان هناك اجتماعا بالأمس لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف سد النهضة والحقيقة كانت هناك كلمة في غاية القوة للسيد سامح شكري وزير الخارجية المصري كلمة بها كثير من الاتزان بها كثير من القوة بها كثير من القدرة على سرد الحقائق بواقعية وبمعلومات وبكل ما يؤكد حقيقة الموقف المصري وهو أيضا ما يؤكد أن مصر دولة لا تسير وفق الأهواء وإنما تسير وفق أمور محددة وواضحة وأنها حينما تخوض في أمر فأن هذا الأمر معد مسبقا ونعلم ما هي الخطوة المقبلة التي سنقدم عليها فأيضا كل التحية والتقدير لسيد سامح شكري وقيادة السياسية في مصر إيش مهندس حابب أبدأ في 3 يونيو تحديدا الرئيس عفتاح السيسي في كل ذكرى يؤكد على أننا ماضون في الطريقة الصحيح وفي الخيار الصحيح فيما يتعلق بافتتاح مستمر لمشروعات القومية تأكيد على أنه إحنا لا إحنا شغالين وأنه ماضون على في طريق البناء وفي طريق الإصلاح دي خطوات في غاية الأهمية رأيك الأول فيما فعلته ثورة 30 يونيو من تغيير المسار الحقيقي لمصر خلال السنوات السابعة الماضية بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبينقاهنا بالحق وأنت خير الفاتحين أولا أنا بهن الشعب المصري كله وجميع أطيافه بثورتنا المجيدة ثورة 30 ستة وبناء يعني وبناء عليه يعني بنقدم التهية للراجل الشجاع اللي حمل المسؤولية على عاطقه ونزل وحت زي ما بيقولوا كده روحوا على كفه حماية لهذه البلد فتحية وتقدير مني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية وتقدير مني لجيشنا الوطني الحر اللي حمل بلد وخاف على البلد وفاد البلد بأرواحه من أبنائه إذا كانوا زباط أو صفه زباط أو عساك تحية وتقدير لهم تحية وتقدير وإجلال الشرطة المصرية اللي ساهمت مع القوات المسلحة في حماية بلدنا بعد 36 بعد 36 ده موالك كبير جدا وحاجة أحنا سبحان الله ربنا قدر لنا الخير عشان البلد يتقف على الإجلاء تاني احنا كنا في غفلة بعد ثورة يوليو يناير واللي حصل فيها والمفاجأة اللي كانت غير متوقعة إن جماعة تعدى على أصابع اليد يعني زي ما بقولوا كده تيجي هبط تبقى مسكة البلد ومسكة رياسة ونخش في مجالات لا هي هي زي ما بنقول كده مش هي اللي هما منوط بيهم إنهم هما يمسكوا البلد دي أو يعرفوا يعني إيه سياسة أو يعرفوا دي يعني يديروا بلد في حجم وقدرة مصر تحية وإجلال مرة تانية لسدع بالفتاح السياسي احنا قبل 36 كنا تهيه تخبط ما فيش أمن صراع غريب جدا لناس عايزة إنها تقعد على الكرسي بأي طريقة أيا كان بقى مين اللي هيروح مين اللي هيجي هم عايزيني الكرسي بأي شكل من الأشكال وده اللي رفضوا الشعب المصري واللي شفنا في 36 وشفنا جموع الشعب أنا شفته بعناي أنا شفته بعناي لأن أنا شفت المنظر بعناي أنا كنت موجودة على كبرى أصريني وفي التحرير شفت بعناي عشان كده اللي بيتكلم ويقول والتصوير ومش التصوير لا احنا ما كانش فيه مكان لقدم في 36 إن حد يعرف يقف المنطقات حقيقة يعني فاحنا بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب وعي وقدر يقف خلف الراجل العظيم السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عشان نقدر نخطي الخطوة اللي احنا كنا في احتياجه هم حربونا حربونا على جميع الاتجاهات سواء خارجيا أو داخلية خارجيا في جميع الدول بدعوا حربونا بالمال واللقاءات اللي كانوا بيعملوها واتجاتهم للدول التانية زي قطر وزي تركيا والكلام ده كله ونسوا أو تناسوا إن فيه شعب مصر هو عايز إيه وهيعمل إيه شعب مصر هو عايز مين وعايز بلده ولا عايز ناس تانية عايز ناس كانوا يعني أنا أتذكر موقف حصل قدامي أما وزير واحد يكلمه يقول له أنت إزاي تنزل المركز عندنا من غير ما تقول لي هو أنت مين هو ده الوزير ده بتاعك إنت ولا بتاع البلد هو جاي يخدمها كنت ولا يخدم البلد هو جاي يخدم جماعتك ولا يخدم البلد هو جاي يشوف البلد ولا يشوفها كنت فرجعت بينا مصر تاني واحمد الله سبحانه وتعالى إن احنا وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي تحت قيادة هذا الرجل العظيم اللي ما اتدخرش جهد ما اتدخرش نقطة عرق من عرق وبدأ يرجع مصر المصارها في جميع بقى الاتجاهات سواء في المنشآت سواء في الطرق سواء في المساكن سواء في المصانع سواء في الزراعة ملف الطاقة الوحد ده 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 احنا شوفنا موضوع الطاقة قبل تلاتين ستة ومين اللي كان النور ما بقطعش عنده باليوم كل يوم النور كان بيقاطع في البيوتنا صحيح شوفنا اللي ما شوفناهوش مين اللي بيوته ما تسرقتش مين اللي ما تسبتش في طرق مين 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 احنا كان عندنا فعلا يعني كان عندنا التراب أمني وكان عندنا خلل في كل الملفات يا أستاذ محمد ده كان كل حاجة كانت موجود لكن بفضل الله لأن ربنا حميها وذكرها في القرآن بدل المرة سبع مرات ان البلد دي أمينة بفضل الله سبحانه وتعالى صحيح وهي مهبط الهرصف زي ما يمكة عندنا سيدنا يوسف وكان عندنا سيدنا موسى وكان عندنا سيدنا عيسى صحيح البلد دي أمينة بفضل الله سبحانه وتعالى لحكم إعلامها الله ولكن كان فيه عدد كبير من التحديات فيما يخص الملفات يعني احنا بنتكلم على خاصة الملف الاقتصادي يعني كان فيه إرث سقيل فيما يخص الملف ده قبل 30 يونيو وما بعدها كان بقى فيه التحدي الأكبر نحن قابلنا التحدي في الملف الاقتصادي وتحدي أكبر كان عندنا أزمة فيه ما يخص الملف الأمني نتيجة تغلغ الإرهاب اللي الحقيقة انتشر بعد 30 يونيو فإحنا كان عندنا بنتحرك في كل الاتجاهات ومع ذلك كان فيه نجاح إلى حد كبير جدا في الملفين ودلوقتي احنا أصبح يعني يضرب بنا المثل في عدد من الدول افتكر انه طلال أبو غزالة وهو أحد رجال أعمال الكبار في الوطن العربي قال ان مصر ستكون من أقوى ست دول اقتصاديا وتحقق معدل نمو على مستوى العالم في غضون 20-30 فحب نتكلم في عشر سنين رغم ان احنا كان عندنا أزمة فتحولنا إلى نهضة ومعودة حقيق معدلة نمو أستاذنا الفاضل انا قلت لك كلمة شوف الناس دي قبل 36 كانت بيعملوا ايه وبعد 36 عملوا ايه الناس دي كانت بتحاربك بطريقة غير بالشكل مش عايزينك تقوم مش عايزينك تقف مش عايزينك تنمي مش عايزينك تعمل مشاريع على أساس ان البلد دي تسقط بغض النظر بقى اللي فيها يعيش يموت دي مش مشكلته الموم كتبقى لكن سبحان الله ربنا أراد لنا ان احنا نبقى في قيادة عندها عزيمة أسرار ودلت ربنا على فعلا في الجيش انا راجل قضيت جيشي وعارف يعني ايه الجيش وعارف يعني ايه العسكرية وعارف يعني ايه الانضباط وعارف يعني ايه الالتزام وعارف لما يبقى في حاجة هتتعمل هتتعمل فدي هنا 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 راجل العزيمة عزيمة الدولة وعزيمة قيادتها ان ان شاء بمشيئة الله الدولة مش هتوع فبدأنا نتحرك على جميع المستويات ان احنا نحسن صورتنا الاول خارجيا مع الدول بعد ما كنا عضوية مصر موقوفة في الاتحاد الافريقي رجعنا وبقينا رئيس الاتحاد الافريقي هو الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ما كنا في الامم المتحدة بقالينا عضو في الامم المتحدة بدأت الصورة تتحسن على جميع الدول الاوروبية جميع الدول الاوروبية تقريبا بفضل مجهودات الراجل اللي كان عام زي المكوك على جميع الدول 114 جولة 114 جولة منهم امريكا منهم على فرنسا طاليا المانيا منهم الدول العربية زي السعودية والامرات والسودان الراجل ما بخلاش جهد عشان يبزله في سبيل هذه البلد وسبحان الله ربنا اراد له انه يتم النصر على ايده فعلا لان هو عايز الخير تعالى النهاردة تفرج على شبكة الطرق حاجة باسم الله مشاء الله النهاردة المشوار اللي كنت تروح عشر من الشيخ النهاردة تروحه في 4 ساعات كنا بروحه في 7 ساعات و 8 ساعات صحيح وبعدين افتتاح مشوعات الطرق دي مش مجرى الطرق علشان تختصر الطريق ولكن مردو بتفتح مجال اخر للتنمية للستثمار وعشان انه انت النهاردة تفتح للستثمار لازم عندك بنية تحتهي لازم عندك طرق شبكة طرق شبكة موصلات عندك قهربة عندك تليفونات عندك جميع المستلزمات اللي تخلي المستثمر هو يجي عندك يعمل ايه الا اذا لقي ده ولقي التاسيلات اللي هتخليه يستثمر زي ما شفنا سانسونج وغيرها 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 وبدأوا يستثمروا في الحاجات الصناعات الخفيفة لما تيجي تبص بقى لملافذة الطاقة وتشوف شركة زي سيمينز وتشوف المحطات اللي حصلت وتبانت في مصر لا دا حاجة تانية دا مش ناس قاعدة تاكل المقافذة معش لا الناس قاعدة بتفكر وبتخطط لمئة سنة قدام النهاردة احنا عندنا كم محطة الطاقة تمت في مصر سيمينز الواحدة فيه ثلاث محطات عملاق غير اللي بيتعمل غير اللي بيتعمل عندكش ازمة انت بتصدر دلوقت الكهرباء انت جحاني الوقت دلوقت ان اعنا نصدر الكهرباء هي دي مصر هي دي مصر بولادها بعلماءها بمهندسينها بأطباءها اللي لهم من كل تحياة وتقدير في وقفتهم في جانعة كورونا صحيح لهم كل الاطباء والممرضين كل وزارة الصحة لهم مننا التقدير والاعترام على شفوه واللوضحوا بيه في سبيل بلدنا وممشوش وراء الهوجاء والناس اللي مزقوقة ايا كان انت واقف في ميدان ليك عمر والله لو انت فين لو على صديرك وعمرك انتها يجي خلاص انتها احنا بناخد بالاسباب صحيح لكن فيه ابطال طبيب ما شافش ابنه غير ساعتين ده ده نقول علي ايه وتلاقي ناس تانية انت راح فين الاسف كانت في دعوات مغارضة انت راح فين ما انت جندي في البلد اتعلمت فيها وبقيت دكتور فيها انت النهاردة عشان تبقى راجل في كلية طب اتعلمت ازاي بتدفع مصاريب جماعتك ايه يعني انت بتزرف جنبي الناس اللي بتدفع وبتصرف الناس في الجمعات الصف الخاصة بتدفع كان عشان يبقى دكتور ارقام ارقام فلاكية لكن الدولة عاملالك كلية طب اذا كانت القاهرة اذا كان الطب الاصل العيني اذا كان انشاء يعني بسم الله من اكبر كليات الطب في العالم ان لم يكن هو بدأ يعني احنا الحقيقة احنا كان عندنا قبل الا اعتراب الجميلة سيد محامل احنا حقيقي يعني كان عندنا مشكلة في ملفات الصحة والتعليم في لا حقيقة ولكن احنا بالقول احنا انه كانت في مبادرات رئاسية كانت اكثر من رائعة كانت الفترة اللي فاتت وكلفت الدولة عشرات المليارات في السبيل لحل اللي هي هنقول على الاقل العمليات اللي مزمنة اللي بتمر بها بيمر بها كتير من الناس مبادرة زي مبادرة مئة مليون صحة هذه المبادرة يعني كانت مبادرة تاريخية لكن بيجبوا فيرسية من اكبر في دول اكبر في الدول الكبيرة في العالم مش شفناش امريكا عملت كده مش شفناش فرنسا مش شفناش ألمانيا احنا عملناها في مصر قضينا على فيرسي ولا ما اقضناش اه طبع قضينا ولا ما اقضناش هو دبة ليش كان اللي بيجي له فيرسية بكده كان بيقول دبات بيموت انتهى 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 النهاردة عمزة للصدوعة كده او من الدول اللي عمزة فيه او من الدول اللي عمزة فيه بطريقة غريبة جدا وفاشل كله وبدأت ان المبادرات حياة كريمة وبعد كده القرى الاكثر فقرا بعد كده التكافل الاجتماعي هو ده ايه خلينا بقى في حياة كريمة نعم لان حياة كريمة دي اه واحدة من اهم المبادرات اللي اتعملت حياة الفترة في 2016 على الان مبادرة حياة كريمة بتستهدف القرى الاكثر احتياجة النهاردة اظن انه كانت فيه فيه جولة للسيدة الدكتورة هند عبد الحليم نايم محافظ الجيزة فيه قرى مركز عطفيح ولا قرى دعينة قرية مسجد موسى هذه القرية تعديدا مصنفة من القرى الاكثر احتياجا وهذا تصنيف متقدم في هذا الامر يمكن لانها تفتقط الامور كثيرة في ملفات التعليم وفي الصحة وفي البنية التحتية وعدد من الازمات اللي هي بتعاني منها ولكن كان فيه توجيه الفترة اللي فاتت بضرورة التعامل مع هذا الملف تحديدا بالتعاون بين اجهزة ومؤسسات الدولة وما بين ايضا مؤسسات المجتمع المدني والحساب السياسية ايه الاول لدار في هذه الجولة وما هو الهدف منها مش مهندس بما انك كنت احد الحاضرين اولا يعني انا بشكر السادة في محافظة الجيزة وعلى اصرهم السادة المحافظة الجيزة وبشكر الدكتورة هند انها هي قامت بالمبادرة النهاردة بزيارة لقرية مسجد موسى احنا كانت عندنا مشكلة بعد مشكلة السيول ان احنا عندنا البلد اساسا فيها مشكلة قديمة من ستة وتسعين بعد الزلزال قالوا هي المياه الجوفي لان الارض صخر والسخور لما تفتعت فبدأت تعلى منسوب الماء الجوفي في البلد بطريقة غير طبيعية وبدأت الدراسات من ستة وتسعين للنهاردة وما فيش جديد والبلد قالوا هي تعمل لها صرف صحي ولكن للأسف هم مشغلين فيه لغاية دلوقت يمكن انا يمكن يعني بعضولهم شوية ولكن لطبيعة الارض انها الارض صخروية بس اني ودل اشار ان فيه السور دي سور دولة النهاردة مش مهندس اه بسورة الدكتورة هند عبد الحليم نعم وحضرتك كنت احد الحضور في استقبالها نعم نعم تمام بفضل فالدكتورة بفضل الله جات النهاردة ولفت في البلد بدأنا بمدخل مسجد بدأنا وروحنا مدرسة مسجد موسى وهي جايلها قرار الابتدائية وقلنا لها ان هي فيها تصدع كامل فمفروض ان هي يجيلها ازالة والكلام ده كله عشان يبدأوا يعملوا لنا مدرسة ان شاء الله جديدة بإذنها بديلة لها وعادتنا ان شاء الله ان هي هيكون فيها حل كان معنا طبعا السيد محمود ابو مدينة رئيس مجلس مدينة أطبيع والسيد نور ابو وعيد النور ابو ساعي وكان معنا السيد عيد ابو نادا وكان معنا السيد مهند السامير العاشر دول اعضاء في مجلس المدينة الناس ما توانوش معانا يعني عشان نقدر نوصل حجم المشكلة اللي احنا موجودين فيها الا وهي مشكلة البيوت اللي واعد بسبب السيول من ضراء السيول وارتفاع الماء الأرضي لان في بيوت عندي تاكاد تكون قعدينة واللي مش لاقي بيردم البيت ويبني فوقه قوضة اقول اتنين عشان يقعد فيها فالنهاردة الدكتورة هند جات بفضل الله سبحانه وتعالى لفينا بقى على البلد كلها طب ناخدها ملفات ملفات يعني هي ملف المدرسة او التعليم تمام او ملف المياه الجوفية هنتكلمنا على مدرسة مسجد موسى الابتدائية ومعهد ابو بكر الصديق الازهري كويس الاتنين يعني المفروض انه يتم تنفيذ الازالة الازالة يتم الانشاء البديل بمشيئة الله المياه الجوفية المياه الجوفية بفضل الله سبحانه وتعالى وبمعاونة اهل الخير انا مسك ايضا في نفس الوقت جمعية شمس الحرية وجمعية بنات المستقبل فالفترة اللي فاتت قدرنا نعمل نحل جزء من المشكلة الا وهي مشكلة المياه الجوفية ان احنا نقدر نعمل زي خط طرد للبلد كلها او خط طرد رئيسي ونبنى عليه خطوط فرعي للبلد ونبنى عليه خطوط فرعي فبفضل الله عملنا الخط الرئيسي بطول حوالي اربعة كيلو وقمسمائة متر جبنا له مواسير بي في زي ضغط جوي عشرة جوي وبدأنا نفذنا الخط بفضل الله من اول البلد من شرق البلد الى ان وصلنا الى منطقة الرشاح ده كان الاساس فبدأت الفكرة تتبلور معانا ان ازاي بقى نقدر نمتص المياه اللي طالع دي فعملنا خطوط فرعية بمواسير اتنين بوصة وعملنا جور في البلد وجبنا مواطير غطسة ترفع المياه ترميها في المواسير الى اتنين بوصة ترمي على الخط الرئيسي الى اربعة بوصة فدي بفضل الله سبحانه وتعالى وبمساعدة اهل الخير يعني اللهم لك الحمد عملت يعني حلت المشكلة بنسبة على اقل 60% بجهود ذاتي بجهود ذاتي بفضل الله سبحانه وتعالى والشباب اللي معايا اذا كان شير جمال اذا كان شير محمود ابو ليسي اذا كان سستر ابو فوزي الناس اللي معايا في الجماعية والساس سعيد والساس الناس اللي هي مخلصة ومبتهدة معايا فبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا نحل المشكلة دي وبدأنا الناس برضو لما شافت الوضع كده بدأت تساعدنا وتدينا فلوس بدأت تتعاون بدأت تتعاون اهل البلد بدأوا يتعاونوا معايا بدأوا يبقى فيه احساس بالمسئولية وهو ده اللي أنا كنت بدور عليه ازاي تحس ببلدك ازاي تحس بوطنك بأرضك من مات دون عرضه فوشي فوشي صحيح اه لكن لكن دلوقتي حضرتك خلينا اتكلم بصراحة نعم انت يعني المفروض ان حضرتك اعلنت ان انت نزل انتخابات مدهة المقبلة ان شاء الله ده هيفرض عليك حالة انه عدم الاهتمام ليس فقط بقرية واحدة ولكن باكتر من اثنين وعشرين قرية تمام فبالتالي اظن ان حضرتك على دراية او على الاقل بعدد من الملفات اللي هي تمثل مشكلة عامة لدى ابناء المركز هل ده تم حصره بالنسبالة ولا في دراسة تعمل على هذا؟ في دراسات دلوقتي بتتم مع كل قرية من الناس اللي هم امونا الوحدات الحزبية في كل قرية ايه المشاكل اللي عندك عشان نقدر نعمل بقى ملفات ونتوجه بها بقى اذا كان لامانة الجيزة او نتوجه بها بعد كده للحزب ونقدر من خلال الحزب والامانة الجيزة عن طريق امانة اطفيح نوصل صوتنا ونوصل مشاكلنا لكن هي كانت مشكلتنا كانت مسجد موسى الاقصر ضرر لكن فيه كان فيه اربع قرى في اطفيح يعني من ضمن القرى الاكثر احتيها انا اتذكر مسجد موسى البرومبل الصلحية وفيه قرية اخرى يعني لكن مش متذكر مش متذكر دلوقتي اه لكن اه لكن يعني اصد انه بما ان احنا نتكلم عن عمل حزبي داخل مركز اطفيح ده محتاج نوع من المشاركة المجتمعية يعني هل ده انتوا لقيتوا الفترة اللي فاتت ولا اه محتاجين مزيد من الوعي في هذا الملف لانه الناس للأسف يعني عندها مشكلة مع الاحزاب شوية هي دي الكاتر المشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ان ربنا اه يعني اعطاني القدرة ان انا اخلي الناس التف وتحس بالمسؤولية هم صحيح محتاجين وعي كتير ومحتاجين اه يعني يعرفوا اه اه ايه اه حجم المشكلة عشان يقدر تتبلور في دماغه اه المشكلة ويبقى لها كذا اتجاه في الحل عشان كده لما فكرنا في الخط الرئيسي عشان نعمل على الخطوط الفرعية ولما بدأت بعض الاماكن في البلد تنشف والناس بدأت تشوف بدأت تتجاوه لان ليه المشكلة بتتحل وبالتالي يمكن نقل التجربة لما كانت تاهم بالزبط ليه المشكلة بتتحل طب وانا هفضل ساكت طب الراجل ده شغال لوحده طب ليه وهو ابن البلد لوحده لا ده احنا لازم نقف معاه وكانت هي دي البدايات وكانت هي دي دايما انك بركة الامل اللي انا كنت بيحلم بيه اللي انا كنت بيحلم بيه ان احنا نبقى يد واحد ان احنا في المشكلة ان نبقى يد واحد ونرجع ويرجع ده بقى للمجهود اللي انت تقدر تشتغل به وحجم المجهود اللي انت تقدر تعمله بحاجة ان انت بتتدخرش جغلا لان انت مش انا مش كل حاجة لحك م jugة تعملها لليا ده انت بلد على مستوى دولة بلد على مستوى دولة دولة في مية وحدة مليون في النهاردة لا انت عندك رجال اعمال اتحرك يا سيدي اتحرك طيب الحزب عندكم تعامل ازاي مع مسألة المشاركة يعني الحزاب وحضرك برضو عندك جمعيات اهلية يعني اصبح انت بتتعامل في محورين بتتعامل ازاي مع مؤسسات الدولة الجهات التنفيذية على نطاق المركز وعول ان اللي ميشتغلش في العمل الخيري مش هتعرف يشتغل في السياسي لانه مش هحس بالناس عشان وصل معاناته ده رأيه فالنهاردة عشان انت توصل لكده يبقى لازم يقف فيه مجهود فبالمناسبة انا بتوجه برضو بالتهناء للسيد الفريق جلال هريدي بصورة 30 يناير والسيد فؤاد عرفة 30 يونيو والسيد فؤاد عرفة والسيد فؤاد عرفة وسيد تلوها أخباشي والسيد فؤاد عرفة وسامة أبو المجد الناس اللي هم يعني شاهدين على عاطقهم هم من حزب حماط الوطن بتوجد لهم وقال لهم كل سنة طيبين بهذه المناسبة العاطرية فالجماعة يعني معايا الشباب بتوعي في حزب حماط الوطن في قطوية بيبلوروا لي بقى المشاكل اللي موجودة وبناءنا عليه بنبدأ نتحرك ببدأ نتحرك مع المندس معتازة ديريملي اللي هو أمين الجيزة وبناءنا عليه بنبدأ نتحرك لقيادة الحزب في القاهرة القادة العامة الحزب فإن شاء الله بمشاكل الله اللي جاي إن شاء الله هيبقى فيه أحسن من كده تمام وابقى فيه حاجات ملموسة عن كده وهنبدأ برضو نشتغل على جميع البلاد بمشاكل الله يعني احنا برضو في الفترة اللي فاتت ما ادخلناش جهد في مشكلة الكورونا نمعنا صور الموضوع ده نعم فيما يخص الإدارة التعليمية والإدارة التعليمية ودنا لهم حوالي ألفين كمامة ودنا لهم هذه الصور نعم موجودة ودنا لهم أدوات التعقيم وكانت استقبلنا سيد أحمد عبا يزيد راجل في منتهى الأخلاق وبعد ما روحنا برضو الإدارة الأزهر إدارة التعليمية للأزهر وبعد كده روحنا الإدارة الصحية برضو في تحرك على مستوى برضو وده كان مطلوب وده مطلوب عشان أولادنا على الأقل يلاقي كمامة يلبسة يلاقي المكان يتعقم يلاقي زيزة المياه يشربها وفيه ناس شغالة كتير معنا برضو وفيه ناس أهل خير صراحة يعني كانوا على مستوى المسئولي يعني السبع اللي جاني السنوية فقط فيه أهل الخير يعني بصراحة ما تأخروش عندنا ناس قامت بمبادرات جميلة جيد في المستشفى أطفيح وفيه حاجات راحت لها يعني هنا فيه رجل أنا مش عايزة أقول أسماء يعني أنا بشكره من مكاني جاب جهاز إشاعة راني المغناطيسة للمستشفى أطفيح أحوالي 5 مليون تعليم مستشفى أطفاع دي معضلة في حد ذات أنا بقول لحضرتك المشكلة إن أنا عايز مشارك أشارك وبعدين أستنى اللي جاي ما عقدش مكتف وبعدين آه الدولة ممتزمة آه الدولة ممتزمة تعمل بتاعي شفنا 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 على أرض الواقع شفنا على أرض الواقع شفنا شغل شفنا شغل زي ما تكلمنا قلنا فيه طاقة فيه طرق فيه مليون ونصف فداني السصلة فيه سروة سمكية تعاملت صحيح فيه فيه شغل تعامل وإلا لو الحاجات دي ما تعملتش كتل أسعار ولعت في المشكلة شعر البترول يعني مع أنه يعني أنت تخصصك بنا عشان بس ما حدش يقول أننا لا لا خالص بالعكل يعني ده من أهم الملفات يعني نحن نتكلم في الواقع فيه استراتيجية لأن تكون مصر محوراً إقليمياً للطاقة نعم فيما يخص الغزو البترول وفيما يخص الكارباء فده ملف في غاية الأهمية إذا لم يتحدث عنه المختص في هذا الشأن فمن يتحدث فيه طبعاً يعني فيه عباقرة عني كتير بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن هي الحاجة اللي بتبهر أنت بما تروح تشوف اللي بيحصل في المواقع وتشوف اللي حصل في حقله زهر وتشوف بقى حكم التحديات اللي بتواجهك من برا والتحالفات اللي كتعايزة تعملها تركيا مع إسرائيل وقبرص وإيطاليا عشان يسيلوا الغاز من عندها ويطلعوها على أوروبا عشان خطر يموتك وينزل في سعر الغاز أبرص التركيا بالمناسبة مش أبرص التركيا مش كلا هو عايز يهد أنا عايز أقول بس أوصل معرفش إذا كان سلطها يوصل للناس دي ولا لا مصر لحمها مر ولادها قادرين يأكلوا اللي يخش عليهم حي الناس دي لازم تعرف كده مصر لحمها مر مش أي حد ده إحنا ده إحنا في 73 عملنا البدع في حرب الاستنزاف عملنا البدع دمرنا إلاته يا وقفة إيه جماعة دي مصر دي مصر وجنود مصر وولاد مصر وده ده بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ما تشوف ربنا ما بيديك شوف بقى كم سنة غاز وبعد كده تاخد زي منحك له زور مش غاز بس يعني مش بعد الغاز ما ينضب أنت هتقفل بتضبط مفتاح لا الأحسيات بتقول أن فيه بعد الغاز طبقة زيت مغولة في زهر وتحديات اللي تمت من السيد الرئيس أن المشروع يخلص مش خمس سنين سنتين كان ينتج ده مش 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 زي ما اسمعناه بعد كده فيهن دراسات الجدوة ايه احنا هو احنا بنشتغل جهجاوني ولا لازم أقولك أنا بعمل ايه ده حاجات أمن قومي ولا لازم أقولك أنا هبدأ واحد اتنين تلاتة واربعة واجهش رحلك حاجات أمن قومي صحيح أمن قومي مش أي حد هو انا عد على المصطبة هتكلم معه صحيح يا جماعة مش مش كده يا جماعة لازم نفوق لازم نعرف ان احنا ماشيين في استراتيجية اللي احنا قلنا عليها عشرين تلاتين وان شاء الله هنوصل لها وان شاء الله هنوصل لها احنا يعني احنا فيه دول كتتعلن افلالسة بسبب الكروه فيه اكتر من اربعة وثمانين دولة قدمت لسندوق انها دي دول طلب للدعم الاضطراري انت كمصر تقز الازمة وبتتقال عليك في جميع المواقع الاقتصادية ان انت من اكبر الدول دلوقتي اقتصادية او هاتبقى من اكبر اغتمن دول اقتصادية ده الشغل الحقيقي مش الكلام مش الجعجعة شبعنا جعجعة شبعنا جعجعة يا جماعة خلينا نشتغل خلينا نشتغل خلينا نعرف يعني ايه بلد خلينا نعرف تعمل ان احنا تعبنا في البلد دي عشان عشان ولادنا والاجيال اللي جاية ترتاح انت حذرك كلا انت على صد النهضة صد النهضة الناس فاكرة ان ان اعنا القيادة نايمة والناس نايمة وسايبين الدنيا لا 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 مش للدرجاتي يعني انا قلتها انا قلتها وازلت وبقول مصر لحمها مر مش اي حد يقرب مني يعني يعني هذا الملف بالتحديد يعني يعني ليه اهمية لانه حتى في كلمة وزيل خارجية بالامس قال ان الموضوع يتعلق بالبقاء ما هيش مجرد هيمثل لها ازمة اقتصادية او لا ده يتعلق بالبقاء والحياة وبالتالي مصر دايما هي لما بتيجي تتعامل تعاملت مع هذا الملف ووصلت الى ابعد الحدود من الصبر لحد ما وصلت الى مجلس الامن لكي تضع المجتمع الدولي امام مسئولياته الحقيقية حتى نكون بريء من اي موقف من اي هياة بالزبط في احنا عندنا اكتر اكتر من خطوة تخليطة مصر في الملف ده ولكن انا في ذكرى 30 يونيو بيقف دايما عندي اهم حاجة الملف الاقتصادي الرئيس مبارح فيه كلمته امام في كلمته للامة بمناسبة الذكرى السابع ل30 من يونيو اتكلم في انه هذا الاصلاح الاقتصادي لم يكن انه يتحقق لو لا صبر ومعاناة الشعب المصري الشعب المصري ويوجه له التحية والتقدير فالملف الاقتصادي احد ابرز واهم الملفات الحقيقة اللي هي شغالين عليها على الاقل بشكل كويس جدا لا ملفات يعني احنا عندنا حتى ملفات كتير الحمد لله ولكن منلف الاقتصادي عددا مهم لان احنا علينا الفترة اللي فاتت من زي ما قلنا انه كانت فيه بعض المعوقات او بعض المحاولات اللي هي تحاول ان هي تعيق طريقك تقدمك او بالزابط في مسألة تقدمك وكذا المطلوب مننا احنا ايه الفترة اللي جاي خاصة انه الدولة بدأت توجه فكرة انه تصدر الشباب الى المسئولية في المقابل احنا عندنا ازمة للأسف انا بقول دائمين احنا عندنا مشكلة لدى كتير من الشباب دلوقتي اللي هو مسألة عدم الوعي عدم الوعي ده المفروض من اللي قم بي وحضرتك مسئول دلوقتي او على الاقل بتحاول تتدخل رجليك في نطاقة المسئولية فترة اللي جاية عن مركز مركز قوامه اكتر من 200 الف شخص او يزيد اكيد ليك دور حول الشباب ده انت المفروض هتعمليه معهم هي للأسف احنا انا باحزن لما اسمع كلمة الميديا لان هي اللي غيرت افكار كتيرة جدا انا لك تشايف فيديو غير كده واحد واقف في ارضه وبيشيل التراب فوق دماؤه وبقول ارض بتبور ووافزت خضرة الغريب في الامر انه وافزت الخضرة شفت يعني وفي جهل اكتر من كده ده كان الهدف ايه من الهدف ان مصر بتنشف النيل مفيش مية اه بيصدر 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 مشكلة وهو واقف في مكان كله زرع وخضر فللمشكلة هي الميديا ازاي ان احنا نعمل نفسنا من هذا الاختبوط والمرض المزمن الفضيع اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي ازاي احمي نفسي مش كل حاجة شيرها وكل حاجة صدقها وكل حاجة تتقل اعمل على لايك وكل لا انا النهاردة ما عدناش ما عدناش يعني مغيبين احنا دلوقت بقنا على على دراية وعلى ثقافة وانا ما يجري رئيس الدولة ويقولك انا بشكر الشعب اللي صبر معايا الفترة دي عشان نوصل لده ولولا هذه الجنعة كورونا الجنعة والله لكان زمان نبقى حاجة تاني لانه دي وقعت اقتصاد دولة لا بس جاحت كورونا دي برضو وقفت حاجات كتير كنت انت ماشي فيها هي اصارت اصارت اه طبعا اصارت بالتأكيد بس مش على المستوى اقتصادك انت بس على المستوى اقتصاد العالم كل طيب انت لما بتتكلم انه وقفت اقتصاد معظم الدول في العالم انت بقى اللي طلع من كم صورة وربعات منطلع من حرب بتشنوا عليك بعض الدول اللي مش لقيلها لفظ مش لقيلهم كلمة قولها له بتحاربك ليل ونهار طب ما انت يا اردوغان غيرت القانون عندك عشرين مرة عشان تبقى رئيس غيرت القانون عشان يبقى الرئيس هو اللي حاكم ولا يتسل رئيس الوزراء طب ما انت يا اردوغان بتضرب في ليبيا ومحدش قادر يقولك انت بتعمل ايه لا لا حد قادر يقوله انت بتعمل ده انا بتكلم على المجتمع العالمي انا مش بتكلم على مصر انا بتكلم على تغميد العين العالمين انت بتغمدوا العين عنه ليه انتو خايفين منه ليه ده راجل بيقتل خلت سوريا ولم الشبيحة بتاع سوريا ويجيبهم على ليبيا لي مين عشان يهدي مين عشان تهدي مصر لا والله لا والله لا انت ولا غيرك ولا غيرك ولا غير غيرك احنا مضيين في طريقنا ولو يعني لولا القادة الحكيمة اللي فعلا اوحك لنا ان قدرتنا عالية جدا وعندنا استطاع لكل حاجة ولكن وان جنحوا للسلم وان جنحوا للسلم احنا الغد الوقت بندور على السلم الغد الوقت بندور على السلام فلما تيجي انت تشوف الكلام ده وتشوف الميديا وبتصور وتنشر فيديوهات والفيديوهات بتاع ولادنا اللي كانوا في ليبيا اخر مرة بس دي كتائب الكترونية منظمة يعني ما صدقش يا قصد محمد بالزبط ما صدقش ما صدقش يعني هنا الموضوع حتى في جائحة كورونا كان عندنا مشكلة انه حتى بعض الناس وكلمنا عنها قبل كده كانت بتصور يعني الصورة اللي هي بتطلع الصورة البيانية اللي بتلاح وزارة الصحة في معادل الارقام والاحصاءات اليومين نعم كان بيجي قولك مش عارف عندنا خمسين الف حالة وحاجات زي كده رغم انه في عندنا احنا كل وزارة دلوقتي ليها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بالزبط سهل جدا ان انت تدخل وتوثق هذا الكلام إذا كان حقيقي وتشوف يعني اصبح الموضوع دلوقتي ما بقاش تغيب على قد ما هو ربما بعض الناس عقلها متحجرة احنا قلنا يا سيد محمد قلنا في دول بتحربك بفلوس بتحربك ليه الوينهار بتحربك عشان توصلنا لده يعني تلاقي قناة زي الجزيرة انت عاملة جزيرة مباشرة لمصر عشان تجيبي عيوب مصر ومعاملة جزيرة التركية عشان تجيبي جمال تركية بص يا شوانس يعني احنا بنتكلم بص الاعلام ده حوار كبير خالص نعم ممكن يكون يعني الفترة اللي فاتت دي احنا ده وضعه طبيعي جدا ان انت عندك هم كان عندهم ازمة فيما يشبه السقر هو بينه وبينك طار تمام يعني انت بتتكلم جماعة الاخوان في مصر مكنتش مجرد اه جماعة بس كده هتحكم سنة ولا الكلام ده كله ده كان عندهم اهداف وطموحات غريبة تمام ولكن كانت هي اليد اليد او الطريق المماهد لبسط نفوس بعض المشروعات التوسعية بالنسبة لتركيا وارد تمام نعم وده برز حتى من زيارة اه اردوغان لمصر وبرز من احمد نجات احمد نجات مما جاء وزار المسجد السلطان اه فهو كان مشروع اه الى حد كبير مشروع توسعية ولكن مصر مدركة كويس او بتعرف تتعامل مع الملفات ده بتعرف تتعامل مع الملف الخارجي كويس جدا وهي عاملة صداع لكتير من من الدول اشكال دي نعم نعم فهي بتعرف تتحرك كويس او في الملفات انا بستقل النطاق الاقليم او الافريقي او الدولي يعني ما عندناش ازمة احنا في النطاق الداخلي في مصر اللي احنا نهاية هن يستدعي التعجب كان اه وبالتالي مصر لا تنظر الى الخالف ولا تنظر الى كلام النازل ورئيس سيسي حتى لم يذكر اسم اي دولة من الدول من الدول ولا رئيس من الرؤس ولا اي حاجة نعم فالموضوع مش في المغمة يعني بالمعنى البلدي كده الموضوع مش في المغمة احنا عارفين برد حرك ازاي وشغالين ازاي ده التوجه اللي اي انبير رئيس السيسي الشباب الشباب اهو انا انه هنا علنا دور حتى لو كان شباب مغيب معلش حتى لو الشباب مغيب دور حضرتك انت ليه دور الدور في ايه احزاب السياسية نعم احزاب السياسية حينما فقد الناس الثقة في الاعزاب السياسية كانوا علي حق تمام لان احنا عانين الفترات طويلة انها بتتعامل بشكل ... لاه نفعية يعني اللي احزاب بتتعمل المصلحتها واي حد ده كان التصور اللي عند الناس فالمفروض ان انا انا كحزبي يا سيدي وبالمنطق حتى نواية الحسنة المفروض ان انا اوصل للناس فكرة انه لاي انا جاي اشتغل معاكم ورنشتغل مع بعض تمام مش شرط ان انت تنضم الحزبا او غيره ومش عايزك ترشحني بس انا عايزك على الاقل تعال اونا اشتغل ادنا في ايه بعد انت ازاي توصل الرسالة ده للمسؤلين هي هو ده اللي انا قلت وهولت في الفترة اللي فاتت ما انا لسه لسه بقول لحضراتك انا باخد مثال على اللي حصل عندي في قرية مسجدنا وازاي ان انا قدرت يعني اتزب اكبر عدد من الناس عشان تحس بالمسؤولية ونبدأ نشارك بعض شباب وشباب وشباب هي المشكلة في ايه المشكلة ان احنا عندنا توارث قديم مش عايز اقول لك حاجة مش ممكن هتتغير الا بالمجهود يعني الناس عارفة ان الجماعة الهبابادي كتشغالة بالشنط فخلاص واخد عالشنط فانت ازاي تغير فكره بقى للمشاركة تعال شاركني وحط يدك في ايدي ونبدأ نبدأ عايز نخلاتها كافل ماشي نخلاتها ضمن ماشي مشاركة ايجابية ماشي تعال نقعد ونتكافل ونبدأ نعمل نشوف ايه الانشطة اللي احنا ممكن نعملها ايه واكه الاستفادة اللي احنا ممكن نستفاد منه الشباب دي والنهار ده عندي في قرية ممكن يكون 60% من تعدادها شباب ايه اللي نقدر استفاد منه استفاد منه ان انا اعمل مثلا ملتقى توظيف عملنا ملتقى توظيف مر اه اقدر اعمل دورات كورة عشان انمي عندهم حاجة بعيدة عن الميديا ويروحوا بعيدة عن الميديا شوية عملنا معهم لقاءات ان احنا ازاي نتكلم ونحبب الناس في دول الحزب بعيد بعيد عن الماضي كويس بعيد عن الماضي اه الماضي الحزب الوطني كان له سياسة وكانت معروفة فاحنا عايزين نغير السياسة نعتمد على نفسنا شوية اللي يقدر يعمل حاجة فعلا فعلا يعملها يجتهد هي دي ان احنا نطلع بقى من جوة صندوق ونبص برا الصندوق شوية كويس ونبص برا الصندوق شوية كويس الدور الحزبي هو بينمي جواك الانتماء وبيخليك تحس بالمشاكل الموجودة وازاي ان احنا نقدر نتغلب على المشاكل دي تحت مزلة قانونية عشان ما يبقاش الموضوع بالزبط لا لا بالزبط عشان ما يبقاش الموضوع ده مطلوب كده ده مطلوب لان احنا في دولة في نظام في مؤسسات دولة نظام ومؤسسات احنا مش مش سايبة خلاص اللي ولا ولا فهي دي اللي انا بدور عليها واللي انا بدعو الشباب ليها واللي انا تليفوني 24 ساعة مفتوح تقريبا ما بيتقفلش عشان نقدر نوصل للحلول اللي نقدر نحلها الى ان ربنا سبحانه وتعالى يدينا القدرة ان احنا نوصل مشاكلنا لاعلى لاعلى مستويات نحلها بالزبط بالزبط بالتفاعل مع مؤسسات الدولة بالزبط عشان كده بدعو الشباب اللي يقول خروج زي ما بقول لكم اخرج ربنا قال تقول سيروا في الارض مبتغوا من فضل ما لش يقعد اسعى اسعى يا اخي عشان تغير عشان تختلف بناس تانية عشان تشوف حياة تانية والله 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 السعي فيه 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 تسعين في المئة من الرزب ده ايه عشان تقعد وتقول لي مش عارف ايه وطول النهار ماسك الفيسبوك وتويتر وواتساب وده يبعد لدو احنا ما ممكن نفعل وسائل التواصل الاجتماع دي بشكل ايجابي يعني احنا بنتكلم السادة 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 اعضاء مجلس النواب والسادة المرشحين حتى الفترة اللي جاية للمجلس النواب اه اكيد كل واحد فيهم عنده مكتب اعلامي يقدر ان هو يوجه ده يقدر ان هو يشتغل بشكل كويس فبالتالي انا الدولة بتقوم بدورها وانا كمان بقوم بدوري يعني هيا المسالف كده هو اللي مفروض الناس تفهمه وتقدر توصله ان النايب هيردم على قد ما يقدر على قد ما يقدر عشان ينجح لطبيعي لانه مفروض ان هو ما ينامش عشان ينجح سواء في المشاكل سواء مع اهله مع الدايرته التواجد الكلام اللي هو يقدر يخلوله وجود على الارض انما حتة ده المشكلة والقعدة اللي مرتبطة بالناس النائب ده هيدوس على زرار هيشغلني في البترول هيشغلني في القهران هيشغلني في القهران ده ارسال لا ده تصور الخاطئ لا 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 يابقش مهمس ده المفروض نحن نأكد عليه بالزرح انه هناك تصور خاطئ فيما يتعلق بالسادة النواب النائب ما هواش مش من حقه ان هو يعين حد لانه هو مش دي شغلته مش شغلته تمام هو ليه هو ده رقابي تشريع اه ليه ادوات برلمانية داخل مجلس النواب يؤديها لكن مسألة التوظيف او كلام ده كله ما هذه مسألة لازم برضو نعرف بها الناس بزرح انه انا ما اقدرش ان انا اوظفك يعني بأي آلية ان انا اعين حد تمام ممكن تبشي في اطارة علاقاته ده لك بيتم قبل كده بالزعاف وكان بي قبل الزعاف وكان كان مفرغ كل طاعته وسلطته انه هو بيخدم على نعم صحيح لكن ده برضو مطلوب عندنا دلوقتي هي ايه عندنا مجالات تفتحة كتير مجالات تفتحة كتير في جميع الشغل يعني مش لازم يبقى تعين حكومة اخرج في القطاع الخاص اخرج للأعمال التانية وانا اعرف ان فيه شباب بسم الله من شاء الله النهاردة بقوا في البداياتهم كانوا مقاولين صغيرين النهاردة حجمهم بسم الله من شاء الله طيب رسالة بقى توجهة توجهة لأهلك فقط فيه أنا من ما كاني هنا بقول أهل دائرتي وأخواتي وأصدقائي وأحبابي والله 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 سواء كان لنا نصيب أو مناش نصيب في موضوع المجلس الشعب أنا أخوكم وابنكم الليل قبل النهار وفي خدمتكم زي ما كنت وزي ما بدأت حياتي هكون في خدمتكم برضو بحبكم في الله ربنا يجمعنا في الخير وعلى الخير وأتمنى 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 ألاقي الناس كلها فعلا بتدور علي لأن أنا بحب الناس كلها أشكركم ويحبكم في الله شكرا بشمانتس خالد عرفتاح أبو سريع أمين حزب حمات الوطن بأطفيح بنشكر على هذه الرسائل وأنا الحقيقة حابب أن أوجه رسالة قصيرة ومقتضبة فيما يتعلق بأن انتخابات المقبلة لوجه الله ومن أجل هذا الوطن اختاروا صح اختاروا اللي يمثل المواطنين اللي يمثل مصر أن يكون واجهة حقيقية لأن يكون نائبا عن الشعب المصري أنتو مش بتختاروا واحد بس لمجرد أنه ابن عمك اتعد عن العصبية والقبلية وما إلى ذلك اختار الذي يمثل البسطاء بجد اللي يمثل الناس بجد اللي يكون عنده وعي ودراية بأهمية الملفات اللي بتطرح قدامه علشان ده مش مجرد مصير شخص إنما ده مصير وطن شكرا لحضراتكم وانا ألتقي الأسبوع المقبل في هذا التوقيت إن شاء الله